أهلا بكم بينا وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فخوري أهمية التنسيق الاستراتيجي مع سعودية وأضاف أن هناك عددا من الأولويات في المرحلة المقبلة منها تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية الاستثمارية ومن ضمنها تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين وخطط عمل لإنشائه وتحديد عدد من المشاريع في قطاعات مهمة مثل نقل والطاقة والتطوير الحضري والربط الكهربائي والطاقة النووية بالإضافة إلى زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق السعودية ولفت فخوري إلى أن المجلس التنسيقي سيبدأ بعقد اجتماعات دورية وبالتناوب لتحويل هذا الارتقاء إلى مستوى استراتيجي وذلك لوضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية على أرض الواقع استقبل مطار الملكة علياء الدولي نحو مليون وستمائة ألف مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ليسجل بذلك ارتفاعا نسبته 8.5% في حركة المسافرين منذ بداية العام مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 وبحسب إحصائيات مجموعة المطار الدولي خلال الربع الأول من عام 2016 فقد تمكن المطار منذ بداية العام من تحقيق نمو في حركة الطائرات بنسبة 9.3% بينما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 10.2% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وخلال شهر آذار وصلت أعداد المسافرين إلى نحو 570 ألف مسافر مقارنة مع نحو 527 ألف مسافر خلال شهر آذار 2015 ليحقق بذلك ارتفاعا بنسبة 8.1% على أساس سنوي كذلك شهد مطار الملكة علياء الدولي قفزة في حركة الطائرات بارتفاعها بنسبة 7.6% حيث وصلت إلى نحو 6 ألاف حركة خلال الشهر الماضي بينما بلغت حركة الشحن الجوي في المطار خلال الشهر ذاته نحو 9.300 طن مسجلة نموا سنويا نسبته 6.6% سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملموسا يعد الأعلى منذ بداية العام ليصل لجرامو من عيار 24 إلى 29 دينارا وأربعين قرشا المزيد من التفاصيل في هذا التقرير ارتفاع آخر على أسعار الذهب يعد الأعلى منذ بداية العام مسجلا 1300 دولار للأنصة في الأسواق العالمية والذي وصل ارتفاعه محليا إلى دينار ونصف دينار للغرام الواحد رغم زيادة العرض في السوق ولجوء المواطنين إلى بيع مدخراتهم وبحسب أمين سر نقابة تجار الحليب والمجوهرات ربح علان فإن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 29 دينارا وأربعين قرش وسعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 25 دينارا وثمانين قرشا أما سعر جرام 18 بلغ 22 دينارا ووصل سعر الليرة الرشادي 183 دينارا أما الليرة الإنجليزي وصل إلى 212 دينارا ويبقى سعر الذهب أمام موجة من عدم الاستقرار متأثرا بهبوط الورقة الخضراء أمام العملات الرئيسية وهروب المستثمرين للذهب كملاذ آمن ما أدى لارتفاعه لأعلى مستوى منذ 15 شهرا ليلة خالد رؤيا ارتفع مؤشر بورصة عمان عند افتتاح تعاملاته اليوم وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 33 مليون و400 ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة 10 مليون و400 ألف سهم نفذت من خلال 2641 عقدا وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2097 نقطة بارتفاع نسبته 11% أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 11% وانخفض لقطاع الخدمات بنسبة 41% وللقطاع المالي بنسبة 4% وبمساهمة القطاعات في البورصة فقد ساهم قطاع الخدمات بنسبة 82 و25% وقطاع المالي بنسبة 99% أما القطاع الصناعي فساهم بنسبة 87 و84% وبمقارنة أسعار الإغلاق لشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 117 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها دشنا رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية لمد مبنى الهيئة بحوالي 140 كيلو واط كهرباء بكلفة إجمالية بلغت 119 ألف دينار وافتتح المهندس الحياري مكتب التوعية بقطاع الطاقة والمعادن الذي يوفر المعلومات التوعية لغطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والثروات الطبيعية والعمل الإشعاعي والنووي وعن مشروع الخلايا الشمسية قال المهندس الحياري إن المشروع القابل للتوسع لإنتاج حوالي 175 كيلو واط يعتبر مهما في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحد من ارتفاع فاتورة الطاقة في الهيئة ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر